اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد فيديو النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الفريك أو الفريكة بالكبد والأوانس والبصل المكرمل طريقة حلوة قوي طعم طحفة هنشوفه إن شاء الله وهنعمله بأسهل طريقة يلا بينا نسمي الله ونسلي على الرسول ونشوف المقادير ونخش على التحذير معانا الكبد اللي هي كبد الفراخ أي كمية أنت حباها وبجبيها وبتخسليها حلوة قوي والأوانس لوحدها بنخسلها وبنقطعها شرائح زي ما أنتوا شايفين عشان ما تاخدش وقت في السوى نص كيلو من الفريك غسله وصفيته طبعا الفريك أنا بستعمل نوع نجيف جدا اللي هو الضحى معايا جزرتين مبشورين معايا بصلتين متقطعين مكعبات وبصل متقطع جوانح من البصل الأبيض وهقول لكم ليه الأبيض معلقة كبيرة من العسل الأسود معلقة كبيرة من السكر وملح وفلفل ومعلقة زغيرة من التوم المهروس ومعايا شربة وهقول لكم إيه البديل بتاع الشرب هنا بجيب سامنة على النار سامنة حطها في الحل على النار كده وانزل بالبصلتين اللي أنا مقطعاهم مكعبات وهخلطهم كويس جدا وبنزل معلقة التوم وقلب برضو البصل الأحمر ده أنا هسوي فيه الأوانس والفريك أو الفريكة والبصل الأبيض اللي إحنا هنستعمله في الكرمالة إن شاء الله ما عنديكش البصل الأبيض مش مشكلة اشتغل بالبصل الأحمر هنا إزا ما قلتلكوا الأوانس مخصولة حلوة قوي وعلى قد ما تقدري تقطعيها يعني رفيعة جدا عشان ما تاخدش سوى وما تاخدش وقت عشان أنا هسويها في الفريك مش هسويها مع الكبدة لإنها بتاخد أطول وقت من الكبدة على النار هنا هفضل أقلب كده في الأوانس لحد ما تغير اللون بتاعها هنزل عليها بالفلفل الأسود وبحط لها شوية إرفة بسيطة كده يعني بتاع نصم علاقة صغيرة ومعايا الملح ونقلب بقى كويس جدا لحد لما الأوانس لون هيتغير خالص يبقى كده أخدت الصدمة بتاعتي هي قلب كويس كده الأوانس بتاعتنا خلاص خدت اللون زي ما احنا شايفين كده هنزل بقى بالفريك بتاعي اللي أنا غسله وصفيته طبعا لو عايزة تنقعي نص ساعة ما فيهاش أي مشكلة هتقلب بقى كويس كده وعندي بقى الشربة وهقولك بديل الشربة هنحط الأول الجزارتين المبشورين أنا هنا كنت بشرة ثلاث جزارات هحط منهم اتنين بس وحقلب لو ما عندكيش شربة ممكن تحطي مكعب مرأ ويتكملي بالمية ما عندكيش مكعب مرأ برضو بالمية بس لان كده قريدي الأوانس تعتبر يعني بتنزل الشربة بتاعتها فبتبقى مسكرة حلوة قوي نزلتك كده بالشربة بتاعتي سخنة الفريك ما بيخدش مية طبعا زي الرز أنا يا دوبك بس بغطي المية بتبقى على الوش بيبقى الفريك باين من المية عشان ما يطلعش معاكي معجن الفريك الحلو فيه انه بيبقى مفلفل كده بيبقى في منتال جمال ويبقى طعمه مسكر حلوة قوي طبعا الفريك من أفضل الأطعمة اللي كتير من الناس بتحباهه خصوصا في الدول العربية وكمان بيحتوي على نسبة عالية جدا من سعرات الحرارية يعني طبق واحد من الفريك فيه حوالي 33 سعر حراري كده أنا خلاص حطته على النار واسبته لحد ما تشربه هوطي عليه وجبتي طاس على النار فيها معلقة من السمنة وانزلت بالكبد بتاعتي بعد السمنة ما تسخن قوي ما تنزلش والسمنة برده هتلاقي الكبده هتنزل المية بتاعتها فلازم تبقى سخنة قوي فبتاخد كده الصدمة الأولانية وبنزل بالفلفل الأسود ورشة من الملح اهيه قلبه حلو قوي وما تقلبهش الكبده في الأول خالص غير لما تاخد اللون وتغير لونها بنزل بمعلقة من التوم المهروس حقلب كده طبعا لحد لما الكبده تتشرب اللي هي المادة الدهنية اللي معانا دي او بمعنى اصحي يعني حتتحمر كده الكبد تمام هنا الفريق خلاص تتشرب زي ما احنا شايفينه كده بالأوانس حوضت بقى عليه وسيبه يكمل سواي وزي ما قلتلكم القوانس تتقطع شرايح عشان تستوي مع الفريق هنا بقى تسعى على النار حطيت فيها معلقة كبيرة من الزيت ونزلت بالبصل الابيض انا فضلت البصل الابيض علشان حكرمله ما عندكيش الابيض وعندك الاحمر عادي هنا حقلب بقى كده في البصل لحد ما يدبر معايا ما ياخدش لون هيكون عندي معلقة كبيرة من العسل الاسود ومعلاقة من السكر ما تلاقيش من العسل والسكر مش بيبان في الاكل خالص بالعكس ده بيخلي الاكل كده يعني بيبقى في معادلة بينه وبين الملح بيبقى طعم الاكل في منتهى الجميل حطيت كده معلقة العسل وحطيت معلقة السكر وهقلب كويس اهو هنا بقى وحطيت رشة من الملح والفلفل الاسود والارفة على البصل هنا يتنزلي بقى بالكبدة اللي انت عملتها على البصل يتنزلي بالبصل على الكبدة هي عادي مفاش اي مشكلة حسب الكمية اللي عندك ولو الطاصة عندك كبيرة بتنزلي طبعا بالكم اللي عندك في الطاصة الكبيرة عشان تعرفي تقليبي كويس هنا خلطهم بقى بقى ببعض ويلا بينا نشوفها نحضره ازاي هنا غرفنا الفريك بتاعنا او الفريكة ما شاء الله ورصينا الكبدة بالبصل المكرمل مش قادر اقول لكم كانت مدية طعم للكبدة والفريك في منتال جمال مسكرة كده طعم حلو قوي جربوا الطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم وطبعا زي ما قلتلكو الفريك يعني حاولوا ان انتو يعني تجربوه لانه فعلا في نسبة عالية من سعرات الحرية زي ما قلنا وبيحتوي على فيتامين بيه المركب وفيتامين بيه الستة وكمان في معادن زي الحديد والكالسيوم والماغنيسيوم والفوسفور والمانجانيز في زنك في نحاس بيحتوي كمان على كمية كبيرة من الالياف الغذائية دي مدام قلنا الياف ببنقول انها بسعد في عملية الهضم بيحتوي على مجموعة كبيرة من المواد المضادة للأكسادة بيحافظ على صحية العينين بيساعد كمان في تنظيم مستويات السكر في الدم بيخفض مستوى الكولوسترول الدار في الدم فليه فواية حلوة قوي قوي ويعني الناس كتير بتحبوا وبتعملوا وبتاكلوا واللي مجربوش يجربوا ان شاء الله وحياكلوا ويعجبوا مش هيبطل يعملوا هنا بقى يجرنشت بالبقدونس كده او بالكزبارة الخضرة زي ما انت عايزة ولو عندك شوية فلفل الوان برضو تعمليها برضو في الجرنشة كده وطبعا فلفل الوان احنا عارفينه هو مغزي جدا فما فهاش اي مشكلة طبق حلو جدا ومغزي مش عايز جنبه اي حاجة والأوانس استاوت حلو قوي مع الفريق والكبدة زي ما احنا عملناها بالبصل زي ما قلتلكم متلاقيش موضوع العسل والسكر بالعكس هتدوقوا الواجبة دي عاملة ازاي اتمنى ان انتوا فعلا تجربوها وتقولولي رأيكو فيها لو انتوا جربتوه ولو الفيديو عجبكو متنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلوكو كل جديد متنسوش اللايك والشير اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته